السلام عليكم أمبا هامة وعاجلة من وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية قبل التفاصيل ياريت ما تنسوا دعمكم لينا باللايك والاشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية ولو بتشوفوا القناة الأول مرة نقدم أهم الأخبار المتدولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات ستنال أعجبكم إليكم التفاصيل ونبدأ سويا فيما أعلنه وزارة التربية والتعليم لانتحانات شهر ديسمبر للصفة الرابعة الاتدائية أعلنت الوزارة أن الطالب سيجيب على الأسئلة في نفس كراسة الامتحان والانتحان سيعقد خلال اليوم الدراسي عدد الأسئلة هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة الدرجات ستجمع وتضاف إلى درجات امتحان الترمي الأول الانتحان سيكون فيما درسه الطالب حتى نهاية شهر لوفمبر لعام 2021 وسيكون الانتحان على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم أيضا وضع الأسئلة من جانب الوزارة وسيتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه وإدارة المدرسة وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الانتحانات من الصفة الخامس إلى الصفة الثالثة الإعدادي ليست انتحانات مجمعة وأكدت على جميع الطلاب الذين لم يسددوا المصرفات الدراسية بسرعة التوجه لمكاتب البريد لتسديد المصرفات كاملة أو قسطين لاستماح لمن سدد القسطة الأول لأغذي استمارة تقدمهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول الذي سيعقد في شهر يناير لعام 2021 مع الالتزام بسداد القسطة الثاني وأعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب السنوية العامة وقالت أنه يمكن لطالب الاعتماد على ملصة التعلم ببنك المعرفة المصبي حيث تتيح فيه الوزارة عن معلومات وفيديوهات ذات صلة بالمناهج تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وادمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة